قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم حكيم زياش يفاجئ والدته برسالة مؤترة رئيس الكاف يصدم الجزائر بشأن غياب المغرب عن الشان بعد خسارة الشان الإعلام الكاميروني يصدم الجزائر ويفرح المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار حكيم زياش يفاجئ والدته برسالة مؤترة حرص نجم أسود الأطلس اللاعب الدولي حكيم زياش على التعبير عن حبه الكبير لوالدته في صورة عفوية وتقاسم الدولي زياش على حسابه الرسمي على الإنستغرام صورتين تجمعانه بوالدته وهما على متن طائرته الخاصة وظهرت والدة حكيم زياش في صورة وهي تقبله بكل عفوية في حين أنه كان يبتسم ويبدو سعيدا لتواجده رفقة أعز إنسانة على قلبه ووجه زياش في تعليق على الصورتين رسالة إلى أمه كتب فيها آمل أن تصبح كل دامعة سقطت من عينك نهرا لك في الجنة وحذية الصورة بإعجاب كثيرين وفي لحظات تجاوز عدد اللايكات عليها المليون رئيس الكاف يصدم الجزائر بشأن غياب المغرب عن الشان عاد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي للحديث عن حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في كأس أفريقي للاعبين المحليين معاتبا في حديث الجزائر على قرارته السياسية التي تتصدى لكرة القدم وأهدافها وقال متسبي في ندوة صعفية إنه سيتم معالجة غياب المغرب عن الشان بطريقة عادلة ومنصفة معاتبا في حديثها الجزائر لمواقفها السياسية المؤثرة بشكل صارخ على رياضة كرة القدم وصرح رئيس الكاف سنعالج قضية مشاركة المغرب بطريقة عادلة ومنصفة ولا يوجد أي بلد لا تتم محاسبته بسبب التعاطف أو المجاملة وتابع يجب أن نكون قادرين على منع القرارات السياسية من التدخل في كرة القدم لا يتعين على الكاف اتخاذ قرار بشأن قرارات الدول لكن لا يمكننا ترك كرة القدم لدينا تنقسم أيضا وأشار متسبي إلى أنه تمت مناقشة واقعة المغرب والجزائر بشأن كأس أمم إفريقية للاعبين المحليين في اجتماع المكتب التنفيذي وذلك بغاية تنظيم أفضل للمسابقة القرية في المستقبل هذا وكان الفيفا قد وجهته بخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعدما حصل في افتتاح الشان حيث أن الفيفا يضغط بشدة على الكاف بسبب منع المنتخب المغربي من المشاركة في كأس أفريقية للمحليين بالجزائر وذلك بسبب تدخل السياسة في الرياضة وهو ما يمنعه الفيفا بعد خسارة الشان الإعلام الكاميروني يصدم الجزائر ويفرح المغرب قامت صحيفة الإيكونومي كوتيديان وأنتيجراسيون الكاميرونيتين بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على أفضل البنية التحتية الرياضية بالقارة وأن المملكة المغربية راكمت تجربة قوية في مجال تنظيم الأحداث الرياضية ومنها تظاهرات كرة القدم وكتبت الصحيفة أن المغرب يتوفر على أفضل البنية التحتية في مجال كرة القدم بإفريقيا ذلك أن جميع الملاعب الرياضية المنطقة تحصلت على الاعتماد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وأيضا من قبل الكاف كما أن المملكة المغربية تتوفر على مركب محمد السادس لكرة القدم أحد أفضل المركبات الرياضية في العالم مضيفة أن اختيار المدينة المحتضنة للتظاهرة يستجيب لمتطلب التمييز التشغيلي في مجال البنية التحتية الرياضية وتلك المتعلقة بالإقامة والنقل وأبرزت لكونامي كوتيديان أن المغرب يتوفر اليوم على أزيد من مئتي عشب صناعي وعشرين ملعبا داعشب طبيعي فضلا عن العديد من المراكز الجهوية للتدريب تستجيب للمعاير الدولية مثل مركب محمد السادس لكرة القدم الشهير والذي يعد بنية تحتية فريدة من نوعها في أفريقيا وأضفت إلى أن هذه الجوهرة الرياضية تقدم أحدث التجهيزات لما يتماشى مع معاير الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يجعلها واحدة من أهم المركبات الرياضية وأكثرها كفاءة في العالم مبرزتين الدور المحوري للمراكز التي تتواجد بالجهات الاثنى عشر بالمملكة من جهة أخرى أبرزت الصحيفة أن المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي نجح في اجتياز الشرط الأساسي المطلوب من قبل الفيفا فيما يتعلق بكافة المعاير المنظمة في دفتر التحملات ليكون مؤهل لتنظيم كأس العالم في شكلها الجديد بـ 48 منتخبان وأشرت الصحيفة إلى أنه خلال ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 قام فارق من الفيفا يضم عشرة الخبرات بزيارة المغرب خلال أشهر عدة قبل أن يمنحوا نقطة فوق المتوسط مؤكدتين بالمقابل أن المملكة متقدمة بكثير عن المرشحين الآخرين لتنظيم كأس إفريقيا 2025 كما أشرت اليومية إلى أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هو بمثابة منصة إفريقية حقيقية وأن شركة الخطوط الملكية المغربية متواجدة في جل دول القارة وتربط أزياد من 82 وجهة في إفريقيا وارتباطا بحضور الجمهور أبرزت وسيلة الإعلام الكاميرونيتين أن تنظيم كأس إفريقيا بالمغرب سيمنح الفرصة للجالية الإفريقية المتواجدة بأوروبا لحضور هذا العرس الكراوي وأضفت أن كل مدينة مرشحة لاحتضان هذا الحدث الكراوي تتوفر على مطار دولي كما سيكون ممكن التنقل بين المدن بواصلة القطار فكلها متصلة بالسيكة الحديدية وخصوصا القطار فائق الصلع الرابط بين الضار البيضاء وطنجا وكذا شبكة الطرق السيارة العصرية الممتدة على 2000 كيلومتر التي تتوفر عليها المملكة كما تتوفر البلاد وفق الصحيفتين على تجربة كبيرة في المجال السياحية وتمتلك بنيات تحتية فندقية من مستوى عال وبعدد كاف يسمح باستقبال الفرق الوطنية والوفود الرسمية والمشجعين في ظروف جيدة وخلصت إلى أن السلطات بالمملكة المغربية تؤكد أن كأس أفريقيا 2025 سيكون حدثا نجحا لكون البطولة تجرى في ظروف لوجيستيكية ملائمة كما تتوفر البلاد وفق الصحيفتين على تجربة كبيرة في المجال السياحية وتمتلك بنيات تحتية فندقية من مستوى عال وبعدد كاف يسمح باستقبال الفرق الوطنية والوفود الرسمية والمشجعين في ظروف جيدة وخلصت إلى أن السلطات بالمملكة المغربية تؤكد أن كأس أفريقيا 2025 سيكون حدثا نجحا لكون البطولة تجرى في ظروف لوجيستيكية ملائمة إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم حكيم زياش يفاجئ والدته برسالة مؤترة رئيس الكاف يصدم الجزائر بشأن غياب المغرب عن الشان بعد خسر زياشان الإعلام الكاميروني يصدم الجزائر ويفرح المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل فيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس بش تكون أول واحدك توصل بجديد أخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة بش توصلك آخر الأخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة بش توصلك آخر الأخبار